بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزروا معذرون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقون من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ومن يدعو إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم مغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ومن قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلموا بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل في ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وإلا نذير مبين على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدل قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهددوا به فسيقولون هاتا إث قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصد في كل لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاهوا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأصبح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتداود عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج رج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيتان الله وإلك آمنوا وإلك آمنوا إن وعد الله حق يقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل حق عليهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يغلبون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تستكون واذكر أخا عادل إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعفدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجدنا لتأمتنا عن آلهتنا فأخنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أوسلت به ولكني أراكم صوما تجهدون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعتلكم فيه ريح فيها عذاب أمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين وَلَقَدْ مَسْتَنَّا هُمْ فِي مَا إِنْ مَسْتَنَّا هُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَوْءْنَا عَنْهُمْ سَمْعُونَ فَمَا أَوْءْنَا عَنْهُمْ سَمْعُونَ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَبِئُونَ ولقد أهلكنا ما حولكم من الكرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قبانا آلهة بل ظلوا عنهم وَذَلِكَ إِذْ كُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَتْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا كُبْيَ غَلَّهُ إِلَى قَوْمِهِمْ مُوَهِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا ثُنْزِلَ مِنْ بَعْثِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْتِي إِلَى الْحَكِّ وَإِلَى طَرِيْخٍ مُسْتَكِينَ يَا قَوْمَنَا أَنِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَاذٍ أَذِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَوَلَمْ يَعْجَ بِخَلْكِهِنَّ بِقَادِرٍ أَوْلَا أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْتَ مَا صَبَرَ أُولُو الْعَذْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْفِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْكَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَّهَارِ بلاغ فَهَلْ يُؤْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بلاغ بلاغ ترجمة نانسي قنقر